أكد مثقفون عرب ومسؤولون سابقون وناشطون في حقوق الإنسان وأكاديميون وقانونيون وعلماء وفنانون أن عملية تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وصلت إلى منعطف خطير خاصة عقب مخطط ضم أراضي فلسطينية للسيادة الإسرائيلية بناء على الخطط الأمريكية المعروفة بصفقة القرن وأشاروا في رسالة إلى الرأي العام العالمي إلى أن ملامح هذه الخطة تعكس الانحياز الأمريكي الكامل إلى دعم الأهداف الإسرائيلية التوسعية في مخالفة واضحة للأعرف الدولية وعقود من قرارات الأمم المتحدة وأكدوا خلال رسالتهم على تضامنهم مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها الأولى وأعلنوا التزامهم بالعمل على تعزيز الخطوات اللازمة لتأمين حل عادل لهذا الصراع بحيث يؤدي إلى الاعتراف بالحقوق القومية والجماعية والفردية للشعب الفلسطيني